أهم الفروق إذا كان اللامركزية السياسية دستوريا نشأت أو من خلال نشوء اتفاقي أن في الدول الفيدرالية لا تمتلك الأقاليم حق الانفصال عن الإقليم طالما أنها فيدرالية وطالما أن اللامركز سياسي مقنن دستوريا غير مسموح للأقاليم بالاستقلال وإذا أرادت الاستقلال وانفصلت عن الدولة يحق للدولة المركزية محاربتها ولا يعتبر هذا لهذه المحاربة في العرف الدولي تدخل بين دولتين إنما هو القضاء على تمرد داخلي ينظروا إلى مسألة داخلية هذا معنى أهم فارق بين الفيدرالية والفيدرالية بل الضبط يعتبر حرك التمرد الداخلي والحكومة المركزية لها الحرية في القضاء على التمردات الداخلية هو بالأساس بالحكومات الفيدرالية لا يوجد جيش منفصل خاص للإقليم لكي يعلن انفصاله بحد ذاته ويدافع عن ذلك الانفصال وإذا انفصل تستطيع حكومة المركز المدافع عن ذلك الانفصال ومحاربة حركة التمرد يعتبر هذا شأن داخلي ضمن الدولة الفيدرالية ولا يدخل مجتمع الدولي في هذا الشأن الداخلي في هذا الشأن يعتبر داخلي أما في الكون فيدرالية لا يحق لحكومة مركزية إن كان هناك حكومة مركزية أو مجلس مركزي أن يجبر الدولة التي أعلنت انفصال الانفصال الانفصال بالعودة عسكريا إلى ذلك المجلس ترجمة نانسي قنقر